بحث رئيس تيار الحكمة الوطنية عمار الحكيم مع السفير البريطاني في بغداد جون ويليكس الأحداث الأخيرة في العراق وأكد الحكيم أن تظاهر حق دستوري وقانوني ثابت وهو أحد مقاومات النظام الديمقراطي ومن أهم أدوات تصحيح المسار وعلى الأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أمن المتظاهرين والمتلكات العامة والخاصة وملاحقة المندسين والمسيئين لتظاهرات السلمية داعيا لتحقيق المطالب العادلة للمواطنين وتحمل جميع لمسؤولياتهم من حكومة ومجلس نواب وسلطة قضائية وقوى سياسية